نرحب بكم مرة تانية يا عزيزان مشاهدين تعالوا نروح سريعا لزمين للمحمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي من جديد بطواص معك كابتن أيمان مبروك لحداك وليوف الكرام كل جمهور النادي في كل مكان فوز كبير بنتيجة كبيرة هنا من أسوان على فريق أسوان وسط أرضه وجماهيره معنا بعد انتهاء المباراة كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي كابتن سيد ألف مبروك الفوز النهاردة وألف مبوك كمان الأداة والروح اللعبة في الملعب الحمد لله طبعا الحمد لله على المكسب وتأويت مهم جدا ومع فرقة عملة مطشط كويساوي مع جهاز فني محترم بكابتن أيمان رمادي طبعا يمكن بتكلم في فرقة مخسرتش على الملعب ده من شهر عشرة خمس شهور دلوقتي داخل في خمس شهور آخر مباراة خسرتها كانت مع المحلة في ديها 95 كتر من في الأسبوع الثالث من الدورة داخل الوقت في الأسبوع الثمنتاشر أو التسعتاشر فده بيبعين لك مدى صلابة وقوة الفرقة هنا اللعبوا مطشط كسبوها هنا مع فرقة كبيرة كسبوا الزمالك كسبوا فاركو كسبوا البنك الأهلي كسبوا أمبي حتى هم بلعبوا خارجيا كسبوا المصري وكسبوا سموحة يعني بيعرفوا يكسبوا بشكل كويس جدا المطشط اللي اللعبوها من شهر عشر حد دلوقتي هنا في على ستاد أسوان كلها يم مكسم يم تعادل اللقاء كان مهم بالنسبة لنا لأنه جايت كمان بعد خسارة في أفريقيا فكان مهم أن انت تفصل وما بين المباراة ومباراة ما فيش عدد أيام كفاية فالحمد لله يعني اللعبية كانت عندي حسن ظنه وبرضو نفس الكلام اللي بقولته بعد مطش الهلال هولو دلوقتي لازم الفصل على طول سريع لأن انت هتخش في معمارات سانداونز والاستعداد لي يعني زي ما حالك بتقوله كابتن طلاحك مباريات أفريقيا والدوري طيباً هلعب كل سبت وثلاث لمدة شهر فالحمد لله التى منطق علي كبير جداً من لعب النهاردة بيشاركوا أعتقد الأهلي النادي الأهلي ما عادش خلاص فيه لعب حقياطي وأساسي كل لعب انت قريباً خلاص أي لعب يخش الفرقة بيشتغل بنفس الساسة تلعب في النادي الأهلي يبقى مليار في المية عندك السمات والقدرات اللي أهلتك أن يتم اختيارك يعني فهي دي الحاجات اللي انت بتستناها دي الفرص اللي انت بتنتظرها وكل واحد وشطرته وكل واحد ومجهوده وكل واحد وعقليته وكل واحد وشخصيته وكل واحد وقدراته اللي يقدر يفرض بها نفسه لكن في النهاية عشان تكمل في كل البطلات لازم يبقى عندك عدد كبير جداً من لعب أعتقد حلقة كده يعني عندك تعليق على استقبال أهلي أسوان وجمهور النادي الأهلي في أسوان وشفناهم سواء في الاستاد أو كمان في الشوارع من ساعة ملبع سجادة أسوان أعتقد حاجة مشرفة جداً احنا بدنا ثلاثة يام هنا ويعني مش عايزة أقول من أيام أنا بلعب من قبلية بكتير يعني أسوان بلد جميلة جداً 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 سواء كان على المستوى السياحي أو المستوى السلوكي المستوى الأخلاقي على السمات الناس طيبة جداً بالفطرة وأهلوياتهم بتبقى واضحة قوي وبينة وتعاملهم وقرامهم يعني بتشوفوا حتى في القتيل حتى في الناس اللي شغالة فبشكرهم عليها جداً يعني مباراة ساندونز وعلى طول ما فيش على طول أهم الكلم أربع خميس جمعة والمتش الساب اللي السادس شايفه زي وهتكلموا على لعبة قلوم إيه يعني هنشوف بس البرنامج الراجل هيقوله دلواتي وبعد ذلك هنقفل زي ما قلت وهنستعد المباراة مع معاة كبيرة ومباراة كبيرة جداً وخصوصاً مع إخفاقنا في المباراة الأولى فمهم أول مكسب إن شاء الله في الجاية كابتن أيمان داك اللقاءنا مع كادة سيد عبد الحفيز مدور الكورة بالنادي الأهلي وديكاً تغطيطنا هنا البعثة النادي الأهلي في أسوان والفوز أمام أسوان بسلسية نظيفة دائماً يا رب النادي الأهلي في البطلات ودائماً في التسارات ويبقى دائماً رقم واحد كماني كابتن أيمان اتفضل